موسيقى تحية طيبة مشاهدي الكرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وآلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم حوار الساعة وفي هذا العدد نقرأ التطورات المتسارعة ومنها تشكيل الحكومة مساء اليوم وفي المقابل أيضا في هذا العدد نتناول الأبعاد السياسية والدستورية التي يراها المجتمع كحلول ومنها نسلط الضوء على مقترحات المؤسسة العسكرية في تفعيل المادة السابعة الثامنة مئة واثنين وبالمقابل أيضا نطرح أين الطبقة السياسية مولاة ومعارضة من هذه التطورات الحاصلة بعد ستة أسابيع من مسيرات سلمية حضارية أسئلة وأخرى أطرحها على المباشر في هذا الفضاء الحر للتليفزيون الجزائري على الطهر بن بعيبش رئيس حزبي فجري الجديد مرحبا وأهلا وسهلا بك شكرا سي بالقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري شكرا لك على السيطرة أهلا بك ومعنا علي ربيش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر أهلا جزائر سي بن بعيبش الأحداث متسارعة تشكيل حكومة جديدة اليوم فيه قبل ذلك ما رفعه الحراك الشعبي الجيش خاوى خاوى سبقته رسائل أو رسالتين نصيتين من خلال المؤسسة العسكرية التي اقترحت المادة 102 كحل ثم جاءت البارحة وفقت المادة قرنها بالمادة 7 و 8 وكأنها استجابة للحراك الشعبي لحل الأزمة وأنتم كمعارضة قبل ذلك سبقتم من خلال ورقة طريق وطلبتم الجيش صراحة وقد لامكم البعض على أنكم طلبتم من الجيش التدخل والاستجابة لمطالب الشعب أنت الآن هل ترى أن الرسالة قد وصلت وهذا ما كنتم تتمنونه وتريدون الوصول إليه شكرا تحية لكم ولمشاهدين الكرام ولن بالنسبة للحكومة أنا ما عنديش تعليق يعني كيف ما عنديش تعليق يعني ما عنديش تعليق مشكلة الأساسية على الجزيرة وبالثاني ما طلعش على القايمة ومهما نطلع على القايمة ما عنديش تعليق عن الحكومة لأنها محصورة في الزمان والمكان بالنسبة للحراك بصفة عامة والمعارضة والمؤسسة العسكرية احنا فيه تسلسل في المواقف نعم حتى أنا لخصتها فيه فيه تسلسل ما قبل حتى ما قبل الحراك وما قبل احنا يعني المشكلة الأساسي اللي فاضي الكاس هو العهد الخامسة يعني احنا كنا مشهين الانتخابات محضرين نفسها الانتخابات الرئاسية لكن كان طرح انتعنا في حالة ما إذا تقدمت العهد الخامسة نعرف بلي ما كان فيها انتخابات ولا أي شيء فكان مكان انسحبنا يعني احنا كنا مع السيد علي بفليس اعلننا عن الانسحاب ثم تحرك الحراك الشعبي يعني المليونيات المليونيات يعني اللي تحركت فبدلا من الاستجابة لمطالب هذا الشعب والنزول عند وقراءة الساحة السياسية بدقة وقع العكس وهو التمادي في المسار اللي فيه يعني السلطة السياسية أنا ذاك فبدلا من العهد الخامسة عنه عن عدم الترشح للعهد الخامسة والأسف الشديد الرئيسي في رسالته الثانية في رسالته المباشرة بعد الترشح يقول أنا ما عندي نية للترشح ما نويتش نترشح أبدا قط السؤال المطرح من هو اللي يرشحه ثم بعد ذلك يطلب في الرسالة الثانية يعني بدون ما ندخلوا في الرسالة الثانية يطلب أنه يمنحه الوقت من أجل تسيير البلد خارج الدستور بطريقة يعني اللي بتفهم هذا بما جعل الشارع يعني يتحرك بكوته في الخارجات الشعبية اللي حملت يعني شعارات واضحة وشعارات حضرية وأقوله يعني وعنى مقتنع أنه ما فيش واحد سياسي ولا واحد محلل اللي كان ينتظر كنا عقايفين بالحرك لكن ما كناش ننتظر بهذه الطريقة الحضرية والسلمية طبعا هنا فيه شعب وفيه سلطة سياسية الوسط اللي بنته من المؤسسة العسكرية أنا شخصيا كنت من دعاة أن المؤسسة العسكرية تتحمل مسؤوليتها بطرمشي التدخل ولكن النظر كان صريح في خارطة الطريق اللي وضعتوها في الاجتماع السادس نعم للمعارضة يعني حتى والأمور موثقة صحيح طالبنا بتحمل المسؤولية لأن البلد في خطر والجيش المهام من تعول مش حماية الحدود فقط هذا يعني أنه طبقة سياسية ضعيفة لا مش شي ضعيفة وش من طبقة سياسية نعم هذا السياسيين يعني مش نحضره بصورة عامة هل هو ضعف عجزه حتى أنه نروحوا للحل موش يروحوا نضربوا معهم على السلطة السياسية ديروا معارك ما فيش سلطة تستجيب نحن هذه السنين موش غير السنة هذه السنين تبع المعارضة من 2014 ونحن نطالب بالحوار إذا كنا كلنا جزائريين وعندنا غيرها على البلد تعالوا إلى طاولة حوار وراء المشكلة ما كناش نحوصوا على المناصب تعالوا إلى طاولة الحوار لأن البلد وكم من مرة كنا راهي تتجه تبشي في الاتجاه المعاكس وكل الأرقام التي قدمتها الحكومة كل الأرقام من الحكومات المتتالية كانت عبارة على تغليط الرأي العام حتى وصلت آخر حكومة وزير الأول السابق يقول بعد ما جال باش يطبع المال ولا يمشي الواثمي ويقول انقذنا البلد الجزائر من السكتة القلبية هذا اعتراف ضملي يبلي 20 سنة وما غلطين إذا نرجع للموضوع قضية المؤسسة العسكرية احنا طالبناها بتحمل المسؤولية مش ممكن أبدا تتفرج على إحداث وإحنا هذه المليونيات بقدر ما احنا فرحانين بقدر ما احنا خايفين كم تبقى هذه المليونيات في الشوارع بدون يرد ولا واحد يرد عليه بل العكس السلطة السياسية كل مرة زين تفين استفزاز لهذا الشارع الشارع خلج وقدم مطالب وقال لهم بركات أحبسوه نرمامو كانوا يحبسوه هنا في هذا الإطار هذا المؤسسة عزبت حركت كانوا يلوحوا ببعض التلميحات إلى غاية الوصول إلى ما قبل الأخير رأي قائد الأركان يعلن على أن المادة ميوترين هي الحل احنا كذلك كان لدينا موقف أنا شخصينا في طالح الحزب نتبين في هذا الإطار بالمختصر كيف؟ بالمختصر باش نتري والنقاش بالمختصر قال المادة مياه واحد هي مدخل للحل وليست الحل وليست الحل نعم سأعود إليك لذلك انتبع الميكانيزمات تتاع المادة الثانية مياه وثنين تؤدينا لنفس الوضعية لأنا بيها نعم ولا أسمح لي هذه بارك فقط نعم وطلبنا أنا شخصيا طلبت في البيان لابد من الرجوع إلى المادة السابعة والثمعة والتسعة لأن الحل في السابعة والثمعة والتسعة لماذا؟ أدخل للإعلان حالة الشغور ثم انتقل إرادة الشعب والشعب واش بغي نقدروا نترجموها ورانا دائما في روح الدستور يعني نعم ما نقدروا نتكلموها على البدات التكنية مباشرة لكننا في روح الدستور نعم كانت الاستجابة الأخيرة لقائد رأبوه القيادة ليس شيء قائد رأركان يعني بيان من وزارة الدفاع يعلنون ويؤكدون على أن الحل في المادة السابعة والثمينة والمئة والثنين الخلاصة تقول هنا واش نعم الشيء اللي مليح الآن يطمأنه أن الجيش الوطني الشعبي عبره وبصفة قطعية أنه بجانب الشعب نعم وهو يعاني مع هذه السلطة السياسية كما يعاني معها الشعب نعم رغم الشيء اللي وقع الأبس وشيء مقلق جدا وانا كان سبق لي كنت أتمنى أتمنى أن الخبر هذا بيكونش صحيح نعم كذا كان صح فيه لقاء وقع بوازن وكما طرف جزائر لا يهم فيه صراع ما يهمش بحضور ممثلين على المخابرة الفرنسية هذا شيء خطير جدا ولكن الأسماء بتحفظ عنها حتى من مؤسسة العسكرية لحد الآن لا أتكلم عن الحادث لا أتكلم عن الحادث لما تناولته ووسائل الإعلام هذا لا يهمنا لا يهمني حتى المؤسسة العسكرية لم تفسح وقالت في الوقت المناسب سي ساحلي مستجدات الأمور الآن هل لكم أن تغيروا لهجة الخطام من خلال مثلا المرافعة باسم لدوة وطنية وباسم دستور جديد أم أن الأولويات الآن تقتضي خطاب آخر لكم أنتم وكنتم في منابر إعلامية كثيرا ما تحدثتم عن الحوار الذي قال لك ما لقيناش مع من تحاوره ما تنهي بسم الله الرحمن الرحيم في البداية صلاة السلام على رسوليه الكريم بعد تجديد الشكر لتليفزيرهم على هذه الدعوة وتحية للمشاهدين نحن بالنسبة لنا بطبيعة الحال ننبه إلى شيء مهم جدا وهو خطأ استراتيجي في الطبقة السياسية وفي المجتمع المدني نتعامل مع نتعامل مع أحداثنا بعد 22 بنفس الآليات قبل 22 هذا خطأ وبنفس الطريقة الحكم على مواقف السياسية لهذا الطرفي أو ذاك مواقف السياسية التي كانت قبل 22 الحكم عليها بتطورات ما بعد 22 كذلك خطأ ما وقع في اعتقادنا يوم 22 في براير هو أن هي لحظة تاريخية فارقة ولا واحد كان يتنبأ بها بهذا الحجم نعتبرها في حزبنا هو أن الشعب صاحب السيادة لكان ميرس السيادة انتعه فترة 57 سنة من تاريخ الدولة المستقلة من خلال منتخابه من خلال رئاسة الجمهورية والحكومات والبرلمان في إطار انتخابات يقال عليها ما يقال الشعب في لحظة معينة قيم هذا المصار تعدودة الوطنية في 57 سنة وقال أنني لست راضي وطالب باسترجاع سيادته ليمارسها بشكل جديد أو بشكل آخر فما علينا إلا أن نستجيب لهذا الشعب كيف قال لك ما استجابة لا في استجابة لا في استجابة شعب بماذا طالبا لا أريد أن أعود إلى الماضي كثير طالبا بلا لعهدات خامسة واستجيب لها في إطار رسالة 11 مارس رسالة رئيس الجمهورية أعني 11 مارس طالبا بتأجيل الانتخابات وليس فقط الحراك شعبي حتى إخوانا في المعارضة وتم تأجيل الانتخابات وتأجيل الانتخابات أو إرجاءها ليس حدث سوني بازيو برميارو نارجيري ليس جديد نذكر باللي في التاريخ الانتخابي لبلادنا تم تأجيل الانتخابات تم توقيف الانتخابات وتم تسبيق الانتخابات ولكن نستبيق من التجارب لا يعني أننا نأخذ نفس التجارب نعم ألغيت الانتخابات في 91 أجلت الانتخابات المحلية في منطقة القابيل في 2002 جراء الرابع جراء الأحداث منطقة القابيل إلى 2005 وتم تسبيق الانتخابات الرئاسية التي كان يشرف عليها سيد دي أمينز والله يذكره بالخير اللي كانت العهدة تنتهي في سنة 2000 وقرر في 98 إجراء انتخابات مسبقة في 2009 إذن بالنسبة لنا استجابة جزئية لمطالب الأولى مطالب الجمعات الأولى للشعب توقيف العهدة الخامسة وهذا حق الشعب عادي جدا وتأجيل الانتخابات ثم وقع لبس في مسألة تمديد العهدة الرابعة وشي طبيعي المواطن اللي كان ضد العهدة الخامسة وما يقبلش تمديد العهدة الرابعة وقع لبس في مسألة تمديد وقال أنه فيه ربح للوقت يعني بصورة واضعة حتى يكونوا واقعين وإحنا أنه ذاك شرحنا بأنه في 11 مارس في 12 مارس في 13 مارس إلى غاية اليوم في 31 مارس لا يوجد شيء اسمه التمديد نتحدث عن التمديد بعد 28 أفريل إذن كان أمامنا ولازال أمامنا فترة شهر ونص أو شهر وعشرين يوم حتى نجلس إلى طاولة الحوار لإخواننا عن معارضة دعولها وإحنا دائما وفي خطابتي كنت دائما نقول لا تضيع الوقت تعالوا إلى طاولة الحوار لكي نتفق على الحد الأدنى ما نتفقش على كل شيء وش هو الحد الأدنى هو حكومة توافق وطني يضع فيها الجميع ثقته هو تعديل قانون تعديل بعض المواد في قانون الانتخابات اللي عندها علاقة مع الانتخاب الرئاسي وهو تنصيب لجنة وطنية للإشراف مستقلة للإشراف على الانتخابات حتى نحقق مطلب الشعب احنا الآن بالنسبة لنا في الـ INR الكثير يعتبرنا وأننا ضد الحراك وهذه مغالطة كبيرة احنا ما كناش جزء في الحراك في 22 كحزب سياسي نعم لماذا؟ ولكن احنا مع المواطنين المناظرين تواعنا كانوا موجودين ولكن ليس باسم الحزب لأننا رفضنا أن نركب الموجة على الحراك وأن نستغلوا استغلال سياسي لمصالح ضيقة حزبية ولكن رغم هذا تبنينا مطالب الحراك وتفهمناها وتفهمناها بأرياحية نقول لك علاش بالنسبة لنا مطالب الحراك هي واش هي عنوان العام انتحى بغض النظر عن العهد الخامسة خلاص انتهينا منها هي تغيير النظام ماذا يعني تغيير النظام؟ هو تغيير الوجوه السياسية وتغيير آليات الحكم أو آليات ممارسة الحكم هذا الشيء اين هذا؟ طالبنا بهم في حزبنا منذ 2017 والكلام اللي نقول فيه الآن موثق في مداخلتنا أنا كنائب برلماني في مخطط عمل حكومة سيد أحمد يحياء في أوت 2017 ختمت مداخلتي وهي موجودة في الوسائل التواصل الاجتماعي بالقول بأن نجاح مخطط عمل حكومة آنذاك يتطلب وجوها جديدة وقلت للسيد الوزير الأول آنذاك الوجوه اللي رأي معاك مستهلك سياسي وإعلامي وشعبي شيء الثاني تغيير ميكانيزمات الحكم الوجوه حتى بالحزب عندكم؟ في كل الطابقة السياسية بسيطة خاصة في الموالاة في طبيعة الحال شيء الثاني هو تغيير آليات الحكم أو ميكانيزمات الحكم عندما طرحنا في حزبنا في أوت 2018 منذ تقريب سنة طرحنا فكرة الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح طرحناها كنهج سياسي وش كنا نقول أنا ذلك؟ كنا نقول العهد الرئاسية القادمة سواء مع بوتفلقاء أو مع غيره لأننا نهار طرحناها بوتفلقاء ما كاش مرشح؟ كنا نقول لازم يجب أن تكون عهده كنا نقول يجب أن تكون عهده إصلاحية بمعنى تعميق الإصلاحات وعهده للانتقال من جيل الأول إلى جهاز الاستقلال إذن من هذا المنطلق نحن مرتاحين لمطالب الحراك ونسعى الآن على أكس بعض الأحزاب الأخرى لتسعى أن تبقي الحراك في الشارع حتى تستغلوا نحن نسعى إلى تجسيد مطالب هذا الحراك وقدمنا خريطة طريق لهي أولا الحكومة التوافقية الشيء الثاني هو تعديل قوانين الانتخابات وإرجاع الكلمة للشعب كيف نرجع الكلمة للشعب؟ من خلال انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن حتى ننتخي برئيس الجمهورية في إطار انتخابات نتمنى أن تكون نازحة ثم الرئيس هذا من خلال شرعية الشعب يسفاد منها يؤثر أو يؤسس لندوى وطنية جامعة باش تعدل الدستور باش نلبي المطالب الإصلاحية الأخرى التي تطلب وقت وما نقضوش لندوى في فترة ثلاث أشهر نعم سيساح لي ربما فصلت في الأمر الذي يخص الحزب في المرحلة المقبلة وأنت مازلت مع الندوى الوطنية ومازلت مع تعديل الدستور أسكن بوفق المادة 102 أم لا؟ لا احنا ماشي مع الندوى الوطنية الندوى الوطنية هي إطار هل تزال طرحك القديم؟ هني نشرح وطرح المقترح الأول الآن بعد ما طرحنا مسألة الندوى لفترة أسبوعين والشعب لم يتجاوب معها بشكل كافي فهمنا بأن شعب يحوس يمشي مباشرة إلى استرجاع السيادة فلهذا قلنا بأن أفكار لي في الندوى تعديل الدستور ومراجعة القوانين وحتى النظام السياسي هل هو رئاسي أو براماني هذه الميكانيزمات نخليها بعد الرئاسيات ويكون عندنا الوقت الكافي بشي نديرها لأن حتى مسألة تعديل الدستور بناء على التجارب السابقة في 2014 عدلنا فقط ولكن أنا ترى أن الناس اللي شاهدوا فينا الآن يقول لك مثلا نسح له ويرافق في الحراك وكأنه يركب الموجة ويقول ماذا يريد الحراك ونجسد وكأنك مواقفك تعرف أنه ماركب ناشي الموجة ما نشكي مع لحزاب اللي قالت الآن نرانا مع الحراك احنا قلنا نحن تفهمنا مطالب الحراك وموش مليون منقولوا عليها مطالب الإصلاحية ومطالب الانتقال من الأجيال الأولى إلى الأجيال الثانية ولهذا احنا مرتاحين جدا يا وناصينا نتحمل مسؤولية ما وقفنا ملاش من الأحزاب لتتهرب الآن ورغم هذا نقول الآن ما هو الليرجون العاجل وش هو هو ننجسد مطالب الحراك بعجالة حتى نتفادى الانزلاق الذي قد يحدث لقدر الله في الشارع وحتى خاصة بعد ما سمعنا بيان وزارة دفاع بالأمس هو بيان مقلق وخلينا نتحيره نعم والقلق يقلقكم كحلول أو ك لا هي مخاوف عندما نشوف وزارة دفاع وطني وهي وزارة رسمية تقول بلي فيه بعض الأطراف اللي عندها نوايا سيئة الإنسان اللي عنده نوايا سيئة ما هوش جايبش يصلي معنا هو جايبش يخرب في البلاد إذن احنا نقول الطرح الدستوري لطرحه الإخوان وطرحات وزارة دفاع الوطني المادة 102 و87 هو إطار أمثل للحل ولكن ليس مضمون احنا نبحث في التحالف الجمهوري عن مضمون الحل الذي يجب عن المضمون الذي سمحني أنا وصلت معك لهذا النقطة نعم الإطار واضح في المجال إطار مهم جدا 102 و87 وأكثر من 87 حتى بعض المواد ليس فقط عن الحقوق تعالى المواطنين وإنما حتى كذلك عن واجباتهم المادة أعتقد 15 من دستور حتى نوازن بين ما يطلب الحراك وبين ما يترتب على الاحترام الروح أكاديميا نخرج من الواقع السياسي الروح أكاديميا نسي ربيج ألا ترى بأن المخرجات السياسية ضرورية لمرحلة أو لحلول دستورية مثلا لما نتكلم بصريح العبارة عن المادة 102 هل ترى بأن لها من مكملات أو تحتاج إلى مكملات ومخرجات سياسية على الأقل لما نقول مثلا كيف لديهم تخوفات مثلا لما يقول لك محتاجين إرادة أو قرارات سياسية لتغيير بعض الوجوه لأن 102 تبقي على بعض الوجوه للمرحلة المقبلة وهنا مكمن التخوفات هل السؤال الواضح هل لابد من مكملات سياسية تتماشى ومع هذه المقترحات دستورية أم المقترحات دستورية تكفي لوحدها لا أعتقد أنها تكفي في هذه اللحظة الحاسمة والتاريخية التي تمر بها الأزمة الجزائرية أعتقد أن المشرع عندما وضع هذه القوانين كل هذه القوانين وضعها لهذه الظروف الاستثنائية وأعتقد أن المادة مية واثنين اليوم هي تصلح لهذه المسألة ولهذا الظرف الذي نمر به ولكن تحتاج إلى كما قلت قرارات سياسية وليس فقط مرافقة بالقرارات سياسية تاريخية بمعنى لماذا هذه القرارات السياسية هذه القرارات السياسية ستصب وستكون في اتجاه هذا الشعب الشعب اللي خرج وخرج بدون أن يطلم منه أين كان يخرج لا معارضة ولا موالدة الشعب الجزائري عندما خرج خرج لأنه فاشلة أو لم يجد القنوات الطبيعية للتعبير السياسي لممارس السياسة تقصد غير مهيكل سياسيا في أحزاب لم يصابش كيف يمارس الصلاحية والسلطة فيه كانت فيه شبه انعدام أو شبه استيقالة جماعية من المواطن الجزائري من المضيف في المشاركة في العملية السياسية طرحنا هذه الأسئلة نحن في البعوت الجامعية موجودة عشرات السنين ونحن نتكلم ونتكلم ونتكلم ولا أحد كان يسمع لنا يا جماعة نحن ماشيين إلى الإنسيدات هل أنتم من تبهين على أن المواطن اليوم راه يراقب راه هو لعب دور المراقب لما فشلت المعارضة ويسمح لي سيبنا إبعيبش ولما فشلت الموالات لأحزاب السياسية خرج الشعر خرج الشعر وهو أصبح يجند المعارضة والموالات ما يصلح أصبح هو يجندهم المقرض العكس لا أرفع شعار أخطر من ذلك قال ديقاج للمعارضة ولأحزاب الموالات علش قالهم روحوا لأنكم شلتوا كأحزاب سياسية أنكم تحضروا الجو لممارسة هذا المواطن في حياته السياسية والخصصية والاجتماعية اليوم فقدنا أو فقد المواطن مسألة مهمة جدا في العملية السياسية وهي الثقة لا ثقة للمواطن لا في هذه العملية السياسية ولا في الصندوق ولا في الانتخابات اليوم لما تطرح هذه الحكومة أنت سألت في المحاور حاولت أن تتبع المحاور لأنه أنا سمعت إلى طرف المعارضة وطرف في الموالات وحسيت أن قلت ملا إذا مدام المعارضة أو الحزاب الموالات هي تطرح نفسها على أساس أنها جزء من الحل طيب من كان هو السبب؟ وهذا السؤال؟ من كان السبب في إخراج هؤلاء الملايين؟ أنا نقول لك تقريبا منذ ثلاثة آلاف سنة لم تشهد الجزائر مثل هكذا مضارا منذ مدة طويلة لم يخرج الشعب بهذه القوة وبهذا الزخم لماذا خرجه؟ ومن كان السبب؟ اليوم أكيد كل طرف سيفز من السفينة ويحمل الطرف الآخر المعارضة تتحمل المسؤولية ونحن لا نشيطن المعارضة فيه رموز وطنية فيه رموز محترمة في المعارضة بقت ثابتة في مواقفها والآن تقدم الأطروحات للحلول وليس لركوب الموجة الأحزاب الموالات للأسف الشديد هي الآن أنا أنظر إلى أنها جزء من المشكلة كيف جزء من المشكلة؟ لأن هذه الأحزاب الموالات الأرندي والأفالن والليانا والأمبيا هؤلاء كانوا يقدموا شخصيات في الاستوزار اليوم عليهم أن يكون لهم الشجاعة أنهم يقولوا أخطأنا ونحن جزء من المشكلة ولكن نعترف أننا أخطأ هل تقبلون الآن أن نكونوا معكم؟ أنا نقول لا بد أن تكون هذه الأحزاب الموالات جزء من بحث عن الحل لماذا؟ لأننا سنجنب البلد لأننا في محطة حاسمة تاريخية في شروط أم هكذا؟ لا الآن المنطقة التي سنتدخلها هي منطقة الحوى لا للتخوين لا لإنكار الآخر لا لإقصاء الآخر لأن لغة التخوين ولغة الإقصاء ستجرنا إلى أننا سنزيد من عمر هذه الأزمة وسندعو الخارج كيفما كان هذا الخارج أنه يأتي لهذه الأزمة الأزمة فيها عمر جلالي من بدايتها إلى ذروتها إلى انتئائها العبث ومدخلات هذه الأزمة عندما تطول سيأتي الأجنبي ويريد أن يتدخل ويكون شارك في حل هذه الأزمة ثم يملع لك قرارات وحلول لهذا نعتقد اليوم إذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه أن مؤسسة التي هي مؤسسة الجيش يطلب منها سياسيا ومن أحزاب المعارضة أنها تتدخل خطأ استراتيجي وأزال أصر عليه أنا أستاذ علوم سياسية ليس أستاذ تخصص آخر هذا سلوك خطير لا ينبغي أننا نتخل ولكن هاوي يقول لك سيبن بعيد باش طلبنا منها مساعدة المساعدة والمرافقة لا يعني التدخل الآن الجيش تحت ضغط الشعب وتحت ضغط المعارضة خرج ما قبل هذا الاجتماع رسالة قال تفعيل مادة ميوتنين فارط الثائرة على أساس أن الجيش الآن يتدخل في العملية السياسية الجيش انتظر ردة فعل النظام السياسي وصناع القرار لحد الساعة هم يراهنون على مسألة الحكومة التي طلعت اليوم وتسمح لي جلالي أني نعلق لك عليها تقريبا تقريبا أنا لا أمثل لا حزب سياسي ولا جهة ولا أين كان أنا أمثل الطرح الأكاديمي إذا كاننا اليوم أستاذ في العلوم السياسية نحاول أنني نقدم حلول لأنني خايف خايف على بلدي خايف على أمن واستقرار البلد ما عندي لا نقا ولا جمل الحكومة جاءت بوجوه جديدة شابة ممكن فيها ولكن استمرت برأسها وهو نور الدين بدوي المعارضة ترفض نور الدين بدوي لأنه تنظر فيه لأساس أنه محسوب على النظام السياسي يبدو الآن النظام السياسي وصلنا على القرار مصرون على هذه الحكومة الآن جلالي بعد الجمعة السابعة سنسمع ولكن فقط فقط هي المسألة لأن هذه المرحلة تعطيل الحكومة هذه الفترة لإخذاتها الحكومة هو نتيجة يعني مخاض عسير من يقبل بوزارة الأولى من يقبل بوزير وكأنه وزير الأول نور الدين بدوي ولكن في إحراج ولأنه نقبات عمالية ومهلية قالت أنه تصل بها ورفضت حتى فقط ليس لإستوزار حتى للمشاورات فهو ذل جهد كبير أن نخرج هذه الحكومة هو اشتهادة اليوم نشوفه ردة فعل ماذا المعارضة غدا راح تشوف ردة الفعل المعارضة والشارع والشعب الجزائي راح يقول كلمته إذن هل نبخى الآن في سجال ولكن الأهم في هذه المسألة هو الحكومة أم مخرجات أخرى حل سياسي رئيس دولة رئيس جزائي صناع القرار نظام سياسي رئيس شوف القائمة خرجت تبقى للمادة يعين رئيس الجمهورية وزير الدفاع إذن الرئيس ما زال موجود ما زال يمارس صراحية حسب هذا البيان نعم في الوقت الليل فيه البعض إذا طلب تفعيل المادة 102 بسبب شغور ما هو؟ مانع الصحي أنا أظن هذه الحكومة وبتوقع رئيس الجمهورية أن الرئيس موجود الآن وحتى المادة 102 حتى الآن رأي مقترح مقترح نعم إذن الآن ممكن الحكومة ترد تقول لك لا أنتو ما رقم طالبوا بتحريك المادة 102 شغور ومانع حول رئيس عين المجلس الدستوري الآن في موقف حرج الآن الرئيس راو خي خرج حكومة المعارضة تقول فعلوا المادة 2 المجلس الدستوري هل يخطر نفسه؟ هل يخطره رئيس الحكومة الرئيس الجمهورية؟ هل يخطره البرلمان؟ لعم لأنه فيه نصاب قانوني يمكن أن يخطر رئيس الحكومة يقدر يكون 30 30 و50 في البرلمان رأي الوزير الأول يخطر المجلس الدستوري والرئيس يخطر المجلس إذن رانا ماشين إلى مسألة الهروب الأمام عند كل الأطراف لهذا أتمنى أتمنى من كل أعماق قلبي أننا نحتكم إلى صوت العقل وأننا نفتح قنوات الحوار هل الطريقة تشوفه دستوري اللي يكون فيه جزئيات الحل؟ أنا الآن نقول لك أنه لا حل ولا مانصر من العودة إلى الدستور أنا أسمع إلى بعض الاقتراعات مرحلة انتقالية مجلس تأسيسي هذا خطر على الجزائر في هذه اللحظة بالدات أنا أعتقد اليوم أنه إذا كان لابد أن ننمشي في مسألة الإصلاح والتغيير تبدأ بانتخاب رأس الدولة اللي هو رئيس الدولة الذي يأتي عن طريق ماذا جلالي؟ عن طريق الصندوق الذي يجب أننا نعيد الثقة للمواقع ولكن كيف ننظم العملية؟ لأنه فيك تخوفات مثلا لو نتكلم معها ضمانات وآليات نعم ما هي الضمانات والآليات اللي ممكن نخذ بها رئيس جديد؟ لألا في وقت علي ممكن أخذاني في الوقت كثير ولخصت ما هو أهم المؤسسة العسكرية ترى الحلول دستورية ولكن لا أقول المعارضة كلها ولا أقول الطبقة السياسية كلها ولكن بعض من يحسبون على المعارضة يطالبون بحلول خارج الدستور أنت كيف تقرأ هذا المعادلة؟ نحن بغض النظر عن الجزئيات الإشكال وين رحمة روح لو أن رئيس الجمهورية قدم رسالة أو كلمة ويؤكد على أن عهدته تنتهي مدته تنتهي بنهاية العهده ربما حتى الحركة ولكن هذا هو القانون بلا ما يقدم لسان العهد القانونية لا يا أستاذ ما زال لحد الآن عنده خريط الطريق ندوى ودستور حتى يسلم المفتاح للرئيس هذه الخط الطريق اللي ما زالت لحد الآن متروحة من طرف الرئيس ماذا تقترحون أنتم؟ لا احنا اقترحنا لا على المباشر الآن على المباشر قلنا احنا الآن الشعب خرج بالملايك كما يذكر الأستاذ يقول لك هذه 3 ألف سنة ما وقعش صحيح إذن هذا خروج انت على الشعب هذا هو الاستفتاء المباشر هذا هو المادة الثمانية كما هزوها في الجمعة الماضية يقول لك طب كل مادة 2019 نعم هذا هو الاستفتاء المباشر ست مرات يخرجون يستفتون برحيل النظام وإقامة دولة جديدة كل واحد كيفاش يسميها رحيل النظام مش اللي كان يدر عليها الأستاذ علية المعارضة وكل الجميع يرحل لا لا المعارضة لا لا أسفر رحيل كيفية يتيم كيف مغلطات خلف رأيب نعم ما شرحان احنا ما جايش باش واحد يخلينا ولا ينحينا أنا كشخص أنا ما يزيد علي احتى واحد أنا الشارع ما قد مش نبزية فيها أنا كنت معارضة كبال 20 سنة إذا كان يعني خمس معارضة في الجزائر أنا واحد وإذا كان وزوج أنا تنين وإذا كانوا عشر أنا واحد ولكن السؤال مطلوب ماذا يقول لك ماذا حققت ماذا يقول لك ماذا حققته مثلا ماذا استطيع أنه حققته حتى يجينا احنا يقول دور المعارضة ماذا تفعل معارضة أمام السلطة سمون بوكبون عميون ماذا تخدم أمام السلطة غالقة جاء كل صلاحية لا يمون فيه دور ولكن هذا هو ضريبة النظال سيئر ضريبة النظال نعم نظال ما وش بال نظال مش ورود يعني تسلم لا مش هدا وما كانش سلطة تلقش معاك وش من وسيلة عندنا احنا باش نقدر نكسر باش نقدر نكسر الحصر هذا معنىش سلطة تكلمنا عيتنا خرجنا كل وسائل استعملتها المعارضة في الجزائر وأنا ضد من يوسفي المعارضة في الجزائر المعارضة في الجزائر معارضت والمعارضة في الجزائر تعبت وخدمت وقدمت والأرقاب اللي قدمت المعارضة أصدق منتع السلطة والخطاب بتاع المعارضة أقبل منتع السلطة وكل الشي اللي عنيناها وقدمناها للسلطة وضعتهم بجانب إذن مدى نفعل أنا كم المرة نتكلم على الصحافة وش دارة المعارضة احنا مرناش من حزب الله لا هذا مجرد شؤال سب الابعيب وليس الجميع المعارضة لا لا سبح لي احنا نسأل وإجابات عادي احنا المعارضة ما عنداش ميليشيات مسلحة احنا تأسسنا في إطار الدستور في إطار قوالين جمهورية يدك كان في السلطة هي اللي خدمت الدستور مش حنا لا من الناحية أنا لا أقصدك بالذات سيب الابعيبش يعني حتى نكون الحوار بتاعنا هادئ ويفيد أنا لا أقصدك بالذات وانا نشرح في كلام الأستاذ أكاديمية سيب الابعيبش كان حتى المعارضة اللي تلعب دور المعارضة من أجل المعارضة كأنه أتغيب كي أحجز لنفسي موقع أنا معاك لو قتلك أرواح في الميدان ما تخدمش يا أستاذ أنا قلت معارضة معارضات معارضات من مستوحتة واحد كل واحد هذا هو ونستعرف المعارضة نحن يهينا الآن المرحلة أنا أخير نتكلمت في هذا الإطار ما معارضين نعم قلت المعارضة ماش اللي اللي في النهار مع الشعب وفي اللي مع السلطة نعم المعارضة ماش اللي من 20 سنوية والبيبرو في ثم حاكمين دوالي بالسلطة في الدهب وجيد قصر بي أنا تتظاهر بأنك تدافع والناس قاعد تعرف حتى بالنسبة للحركة يقول لك رافض المعارضة ما رافضش مع عنا من هارب دات وانا في في لغرون بوست واحد ما كان يوش لك تدير لكن بعض الرموز تردوه تردو بعض الرموز أنا معاك أنا معاك تردوهم لكن حالة شدة يعني ما نقدروش أننا نقصوا عليها إذن المعارضة ما تددوش تحملوها فوق طاقتها أنا نقول لك أنا بدي رقم نفس أنا نادروا مع الطهر بن بعيبش رئيس نرجع لكلام تاع الأستاذ حجر الجديد صحيح طهر اللي اسمها الأستاذ العزوف السياسي صحيح فيه عزوف السياسي استقالة فيه عزوف سياسي بيجيوا وش يديروا السياسة روحوا نتلكوا مع الشباب يقول لي يقول لي وش يديروا معكم في الحزب تروحوا الانتخابات مزورة تطرموا اجتمام يعطيكم شكاعد نجينا نزيد نضيح ياتي معك أنا نصبح متهم أنا معارض معك بدون مقابل وهذا شي طبيعي جدا لأن العمل يا إخوانك يجيوا نتكلموا نتكلموا لا يصيرونها في بعضها أو النظام نفسه كيش مركب النظام كيفاش مركب نظام ما يكبرش معارضة ما يكبرش الصوت الآخر إذن أمام هذا الوضع إحنا أنا علاش الآن إحنا نقل بللي الحركة إذن حررنا رفع لنا قيود إذن بالنسبة للعمل السياسي في الميدان اجتهدت المعارضة بكل ما أمكنت موصلت ما وصلتش ثانية تروح الانتخابات يسبفونك الانتخابات ومزورة يعني فضائح ولكن أستاذ من بعيبش ما عليش حتى ورنا هربنا على الموضوع اللي يفيد مرات المعارضة لا تريد أن تذهب للانتخابات وليس أقصدك أنت بالذات لا تريد أن تذهب للانتخابات لأن الانتخابات لو كان عندك شعبية قوية لما كان التزوير التزوير لما تكون القاعدة الشعبية مكاش فهنا تخاف أنك تذهب للتزوير ودائما نديره شماعة التزوير لما يكون لا التزوير التزوير يكون ما يكون مسألة متقاربة لكن الكثير من أنه يتحجج بمسألة التزوير ولكنه قاعدته الشعبية لو كانت كبيرة أقل شي يكون أقل التزوير لا شوف نقولك نروح لك للفيس مثلا نرجع ونرجع لا تقس ليش الفيس ظاهرة يحتاج إلى وقت كان عنده شعبية أنا عندي كلاب عن انتخابات 91 والفيس حاجة المصنوعة ومخدومة وفيه تأمر من السلطة نفسها هذا موضوع آخر الفيس كندر الحملة انتخابية الحكومة نذكدة الحملة لكن عنده شعبية في الواقع فيه شعب هذا موضوع آخر حتى ما نروحوش لي أنا نتكلم الآن لك كل إنسان اللي عنده شعبية ما يوقعش تزوير أنا كمين مرة أن تشوف في داك أرادة السلطة أن لا يكون تزوير ما يكونش وإلا بغت السلطة تزور والله تجيب الصين الشعبية لأن المشكلة وين أنا نعديك الآن نعدي رواح المقر زور لك شنار ولت الأسات نجيب لك محاضر ممضية على بيت لأنه كل شي يتخذ في الإدارة ويعطيك ممثلين والقانون وانتخابات واضح والمراكبين يدخلوا حتى لعند القوضات والله ما يدخل واحد غير في الباب يغلق عليه يقول له الصباح الواحد تدير محاضر متاعك لا ما تقدر تراقب ولا شي ولي هدى الناس عزفت وبعدت وعليش عدوا ما رحوش ينتخبو بلسك ما عندهاش فيداء نعم معلش الحلول الواقعية الحلول الواقعية احنا اقترحنا في البداية احنا كنا ماشيين مع السيرونا كنا ماشيين الانتخابات كنا ضد العهدى الخمسة قال الرئيس ما يترشحش قال ترشحش سحبنا نفسنا خرج الحرك الشعبي تحركنا قال لابد من من بحث على حلول بعد السلطة نفسه وكان فتحت الحوار انا داك السلطة الرئاسة هاكون الرئاسة الرئاسة انا لا اتحاور بعد كما يقولون لي زاكس وصوار هذو ما تتحاورش معاملها الرئاسة لو كان كلفت قال فلان 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 يمتروا رئاسة يتحاوره بغض المذرع الاشخاص ولكن موجود هذا التخوف اي شخص ممكن عن طريق الرئاسة يرمى في المحرقة اي شخص يرمى في المحرقة هنا الورقة الكارتة الحمراء موجودة عن الشارع لو كان الرئيس يفتح حوار هاو قال لك سي ساحلي من قبل الندوة الوطنية هي بمثبت حوار يا الندوة الوطنية رجل نعم الندوة الوطنية اللي تكلموا عليها قال لك ربما نهاية 2019 ومن بعد كذات ضياقة الرئيس بدت في الرسالة نعم الرسالة تقول بل نضموها قبل انتخبر قبل 28 هل يعقل الندوة اللي تكرر ما صير بلد تنظمها في شهر كيف يكون الحوار يعطينا حوار الحوار لو كان الحوار لو كان فتحت الرئاسة الحوار نعم مع الجميع مع المعارضة مع الحرك الشعبي مع كذا نلقوا حل كيفاش لقدر نخرج من هذا العنق الزجاجة بسلاسة والأولويات المرحلة وش ني أولويات المرحلة الآن نحن اللي حضرنا هنا أنتم ونحن هنا السبب بتاعنا هو الحراك سنو ما نتلقوش أنا عشرين سنة هنا جيت مرة شكرا بارك الله فيك ونحن شكرا ومدابية يعني نبقى على صلة لأن هذه مؤسسة عمومية وتقدم لعامة الناس عندما طرحنا قال لابد من حلول لأن ضيقة العمر والرئاسة ما تردش والدنيا مغلوقة تحركنا نحن الشارع كل جمعة وشغل جمعة شوف الأيام الأسبوع كل فئات المجتمع تخرج نعم مسيرات في أوية ما بقاش واحد في الدار يا حبيبي نعم إذن هذا وش رحل بسنه نعم يبحده ومع الحل الجزائر مديهاش في رجلية نعم وبالتالي ترنا قال هذا البلاد رحل لخطورة لأن السلمية بهم استمرت أنا شخصين متخوف يعني خايف كيف يعني خايف البلاد مفتوحة 32 مليون كيلومتر حبيبي والمخارجات في كل الولايات والعواصم العالمية رائعي تشغل فاتكات سور فاتكات الجزائر مش شي سهل الجزائر دولة مش شي سهل ونجاح الديمقراطية في الجزائر وبناء دولة المؤسسات في الجزائر تشوف تضر بكثير من الأنظمة ولهذا احنا رأينا مفتوحين زي المافيا اللي عندنا الداخل الناس اللي سلبت الأبوال الناس اللي فصد تحطبت الاقتصاد الناس اللي سيبت كل ما هو في البلد قادرت ترتقلك البلد على مصر نعم احنا اشترى بالمؤسسات تتحرك تحب المؤسسات في إطار دوسوري لأن الحفاظ على الأمن العام من صراحية المؤسسات نعم احنا ما قلنا نرفضه باشي جي جينيرال ونرفضه باشي يقدري هو يحط الرئيس يعني الجيش عنده الإطار دوسوري نتعو يرافق يراقب ويرافق يعني يرافق وضاني إذا نتحرك المؤسسات في اللي كنت كنت تبين لول ثم تبين الثاني الآن أنا مش مطمئن مدام الشعب والمؤسسة في رواق واحد فيه 8% مطمئنين على مستقبل والآن لكن لابد من تفعيل العمل يا قل باشي نقوم في روح الدستور عنا المادة 21 عندنا 7 عندنا 8 يا أخي نفعلوها أنا نعلن الشغر بالمادة 100 و2 ثم في المادة 87 لتقول لك الشعب هو مصدر السلطات قال وش بغي الشارع كيف نعرف أن الشارع ماذا يريد في غيار ممثلي حراك كيف نعرف هذا حتى الشارع يقول لك مثلا الكلام التي تقول فيه كامل تقدر الشارع يقول لك أنت لا تمثلي باتاتا مانيش تقول باسم الشارع نعم ونرفض باسم الشارع وانا مانيش فيه حاجة إلا بالشارع وانا باش نوضح بلا مات زعف سيبر بايش يعني لانا باني بنروح حررنا جميعا حرر كل الناس في الجزيرة حرر الموالات حرر المعارضة حرر كده الناس عاد تضرب حبو من عنفك وعادوا يضربك يعني عجبا واحد الشي نسمع نفسه قسمنا بالله شوف مع الشخص كل موشهده ولكن هذا لا يهم نعم نحن الآن في هذا الوضع كي يقولوا لي الجيش كيفاش اتجأتوا لي ندور للسيد اللي يقوله يقولوا يرحم بك أعطيني الحل هل تبقى هل يبقى الشعب في مواجهة السلطة بهذه الطريقة السلطة لا تستجيب حتى ده كان مؤسسة العسكرية تحركت والسلطة السياسية رفضة باستجابة يدن هاد الشارع واش رح يدير بها السلطة فيها حالتين لا تلتنعوبة المواجهة إما الشعب يهجم أو الدولة أو السلطة تهجب عليه إذا نحسن شيء هذا هو يأخي الجيش يتحمل بسلطة يحمي الوطن نعم وذلك نمشي في تسريع العملية إذا كان شخصية وطنية المهم هيئة رئاصية بحكم الشعب بحكم من يعينها رئاسة لا 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 مش الرئاسة من يعينها لا لك يوقع الاتفاق أي واحد يكتر من هو الذي يرعى هذا الهيئة الحراك الحراك كيف الحراك الموجود في الشرح دموا مثلين كيفاش عملية لا اسمع حدا باش تجيب واحد الآل عطيري يعطينا عملية كيف أنا نقول لك حاجة شوف الآل الشرح معروف وش يحتاج هو يتكلم قال يا أخي يجيبونا شخصية سي ساحلي تقدر تدخل أنا لأنه 10 أو 11 حفنا ما يرضى سالينها لضيوف سيد طهر باش من قطعوك شبر نعم ساعة إنك تطرح فيه الكلام وبعدين نرد ساعة أولا يبحث على شخصية ولا مجموعة اللي تسير الوضع في البلاد اللي فترة معينة فترة تعتبر انتقالية يعني كتجاوز المادة هذي كمية وتنين تصبح فترة انتقالية لأن حت المادة يتدوك ما تسلكناش فردنا عن المجلس الدستوري عن حالة العجل الشغور جي خمسة وربعين يوم اللولى نتجاوز 28 أفريل ونصبح نتكلموا على رئيس منتهي الصلاحية يعني في جميع الحالة أولا اللي وضعنا خارج الدستور هو القرار رئاسي بتوقف المساة الانتخابي رأينا خارج الدستور الآن علش خارج الدستور علش طلب الحرار لا طلب طلب الرئيس بترش لا طلب ولا لانتخابات تأجيل اسمح لي هاي نعطي لك ساحلي ونرجع الحمد لله لا شميها مش سيساحلي وما كدو وحده سيساحلي التأجيل وقتش كان التأجيل عن من سحبت مجموعة بسبب رئيس الجمهورية المترشع هنا ضق مجموعة سحبت بسبب العهدى الخمسة ومجموعة دخل مع العهدى الخمسة أنا لولا الوقت لو قفت عندك كل نقطة فيها حكاية تفضل 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 ساحلي الآن تحتاج إلى حلول وأن الوقت تحتاج إلى حلول واقعية هل ترى مثل الحلول التي كان يتكلم عليها هيئة رئاسية هي أولوية من أولويات المرحلة الحمد لله أنك رجعت لي وعطيتني شمية الكادمة لماذا لكي أعود إلى الواقع الحديث كثير عن الماضي لا ينفع ضرك ضرك هي إيجاد حلول قبل 28 أبريل حتى نتفادى الدخول في فراغ دستوري وفراغ مؤسساتي لرأي بعض الأطراف تدفع نحوه وإذا حبيت نشرحها لكيف نشرح وإذا وصلنا إلى 28 أبريل بفراغ دستوري راح نعيشه مرحلة ستاق على منطق ويصبح كل شخص يفتي دستوريا ينضلك واحد في أي منطقة يقولك أنا رئيس جمهورية منطقتي مداما كانش رئيس جمهورية الجزائر كل واحد يدير واشي يحب ولهذا أنا منذ 11 مارس منذ رسالة الرئيس التي أعلن فيها النهاية السياسية لعهده رئيس الجمهورية وقلتها في ذلك الوقت العهد السياسية انتهت في 11 مارس العهد الدستورية تنتهي في 28 أبريل منذ ذلك الوقت وأنا أدعو إخواني في المعارضة وفي الحراك إلى عدم إضاعة الوقت كما رأنا ندير فيه اليوم ورأنا ما زالنا ندير فيه إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الأسبوع الماضي شفنا بدايات حوار ما هو الشامل حوار فئوي جزء من المعارضة عند الشيخ جاب الله داروا خارطة خارطة الطريق ومنهم سيد طاهر بن بعيد نعم ما يعني شيء إيجابي عند حامس لارندي احنا درنا خارطة الطريق للحراك النخبة وشي هو الشي اللي خليني نكون مرتاح أناني عندما درت دراسة مقارنة لهذا المقترحات وجدت عناصر كثيرة تجتمع أول شيء هو أننا ماذبينا الحل اللي ندروه ما يكونش خارج تماما الدستور وما زال عندنا هذه الإمكانية والجيش تفطن لهذا المسألة واقترح علينا المادة 102 والمادة 87 لتحدد الإطار تاعد السيادة إذن مننا الـ 28 أفريل يمكن أن نجد حل الصعوبة ما رحيش فيه كيف يغادر رئيس الجمهورية على هذا إخوان دايما نقول لكن تحطوا العربة أمام الحصان أول يو نركزوا نيقاشاتنا لا أنا أقول ونعود الإشكال ليس في مغادرة الرئيس الرئيس يغادر إما بالعجز أو بالاستقالة أو بنهاية عهده قبل ما يغادر الرئيس الرئيس يقدر يغادر اليوم في اللحظة هذه ويتركون في أزمة تخيل معي لو أن الرئيس غادر ولم يشكد الحكومة اليوم ماذا كنا سنفعل تخيل معي لو أن الرئيس يغادر بأي شكل من الأشكال ولا يكون هناك حد أدنى من التوافق على قانون الانتخابات وعلى الهيئة المستقلة بس كس إشكال وشن هو هو كيف نعيد الكلمة للشعب مجددا راني نقولون عاود الشعب واش تطلب تغيير النظام تغيير النظام يتم بماذا بالرجوع إلى صناديق الشفافة كنا كامل نطعام في الانتخابات بدرجة مختلفة الحل واش هو نمشي إلى هيئة المستقلة داكور كيفاش نديرها إذا الرئيس راح انت ركت راح تقبيل سؤال مهم الحكومة والهيئة الرئاسية وهذه الاقتراحات من يعينها إذن هذا الشهر لمازال مع رئيس الجمهورية تعالوا نجلس طاولة الحوار يوم في كونفيرجي نقارب اقتراحاتنا وهي تقريبا رئيسة الآن تتبلور حول حين كنا نتمنى باش تكون حكومة توافق وطني ولكن ما عليش جاءت حكومة تصرف نعم بدي أسئل أنا عبرت عليها موضوع أسبوع جاءت حكومة تصرف أعمال فيها نوع من التشبيب ما فيش مشكل فيها شيء إيجابي أنه فيها نتقرسمي للحكومة لأول مرة وانا من 2017 وانا ندعي إلى هذا نتمنى إن شاء الله تجد صادع عند الشارع لأن في اعتقادي الإشكالية ماش في الحكومة إشكالية كيف نعدل قانون الانتخابات ونؤسس لهيئة مستقلة لتخلينا نكون مرتاحين كلنا عندما نمشي للمصار الانتخابي القادم بانتخاب رئيس جمهورية الجديد نكون مرتاحين للنتائج ماشي نمشي والرئيس في فترة ثلاث شهر وبغض النظر عن من يكون رئيس دولة انتقالي حتى إشكالية سيد عبدالقادر بن صالح بالنسبة إينا هي جزئية لا تهم كثيرا فعلاش كأين إخوانة المعارضة يقول لك لا لا ما نقبلوش بن صالح ماذا بنا يروح ونحطه واحد أخر وندخله في واحد لزاكروباسي دستورية أنا نقول رئيس الدولة طبقا للدستور والصالحية رئيس دولة بنية أقصد ليس له أي صالحية باستثناء تقريب تسيير لزافير كورونت ما يقدر يعدل لا قانون ولا حكومة ولا شيء آخر إذا دعونا نركز عن المهم وأن لا نخطئ فترة ترمبي دستور كي لا أقاطعك يعني البسألة اللي رأي تحرج مثلا الحراك والمشاهد اللي رأي يشوفينها الآن يقول لك الإشراف في حد ذاته لما تقول لي رواح وكذا بالنسبة لي هذي يزعجوا يقول لك وراه الضمانات أعطي لي الضمانات باش نحس روحي أنا موجود ضمانات نتناقش عليها مع بعضنا وضعنا ضمانات في إطار الندوة الندوة تجاوزها الزمن من ناحية الإطار ولكن المضمون سيلو مام شيء اللي كنا رح ندره في الندوة وعلى فكرة إقسراح الأول تعندوة على عكس ما تفضل به أخي طهر ما كناش حابين ندره كل شيء قبل 28 هذا أمر مستحيل الرئيس في رسالة الأخيرة لا موش صحيح أنا أقول لك لا موش صحيح رسالة الرئيس في المدة الأخيرة نعرف رسالة الرئيس في المدة الأخيرة لماذا يتعرف هذا رواح تليفزيون سمار خليني نشرحها وانا كنت نقول من 11 مارس كنت نقول الأولوية اليرجنس هي أننا كيف نتوافق عن الرئيس الانتقالي لبعد 28 أفريل الرئيس عمره ولا طرح روحه كمسير للمرحلة الانتقالية وعمره ولا طرح النظام كمسير للندوة قال أرواحه ديروا الندوة في بعضكم خرجوا هيئة رئاسية للندوة تتوافق عليها جميعا لكن تعتقد قيادتي سمحني لا شقيته رئيس ما يقودش ما قالش هذا الشيء ولكن طرحك سمحني رئيس ما قالش رئيس ما قالش لا أبدا أكد لك رجل تقدم فيه مغلط لا أبدا خليني اسكلم ما تحب عنيش يخي قال أنا أسلم المبتاح للرئيس أراني أكون شرح لك هذه أكون شرح سجل عنك لا تشرح ليش لا ما تشرح ليش لا أو يشرح ليش لا أو يشرح ليش يشرح ليش سجل عندك بارك معليش أنا نعبر على رأي خليني نعبر على رأي وعبرت علي عنده شهر من قبل وأضعت الوقت ودرنا إذا نرجع الآن ندوة الفكرة أنتحها هي تجاوزها الزمن قلنا نعود إلى الانتخابات وهذا وش طالب به شعب طالب المادة السابعة وهي السيادة ملكة الشعب الجيش الدخل وقال هاو الإطار وتقريبا نمتوافقين الآن وش لازم ندير هل نمشي إلى احترام قدر الإمكان الدستور ونبتعد عن المراحل الانتقالية والهيئات الرئاسية اللي لو ندخل فيها الهيئات الرئاسية هذه في بلاست الرئيس لو ندخلوا فيها نضربوا عامين ونحن نتناقشوا شكون يجي فيها شكون ما يجيش وما رح نديروا والو فلماذا نترك الحلول السهلة المساحة واللي هي دستورية وما رحش نطعن فيها جميعا ونمشي في مغامرات قال نحي الرئيس نحيوه اليوم الرئيس أو تنحى طيب كيف هنديروا في الهيئة الرئاسية هذه كان يقول لك نديروا واحد حتى المعارضة ما شكرا تتقي في بعضهم ما نحكيش على الحراك الحراك هو ما تتكلمش أصلا على الآليات الحراك عبر سمحني ستار خلينا نتكلم بك ستار الحراك وش قال قال المساحة لو سمحت خلينا السجل عندك معنا لا لا نضيعه فيه أستاذ لا لا سمحني ستار لا أعطيك وقتي خلينا نتكلم وعطيك وقتي ستار لا لا الحلول ورا بالمختصر سجرية ما تكلمش كشير أنا أقول الحراك وش طالب طالب يتغيير النظام لم يتحدث عن الآليات قال رجعوا لي سيادتي إذا نحن نبحث عن أقصر طريق نبحث عن شماله بلي كور باش نرجع السيادة للشعب ولكن هاو الشعب يقول لك الاستجابة على ها إعلامة راحل عليك تعطوها أنا بالتقطير لا لا شي طبيعي جدا شي طبيعي أن الرئيس يتفاعل ما الحراك شي طبيعي حتى قضية المعارضة اللي كان طالبة تأجيل الانتخابات فيه وثيقة مكتوبة جماعة جواب الله ما يغلوش يقولوا الآن علش خرجتوا عدو سوربسكو ما كانوا طالبينها إذن أنا لا أعود سنوز انترس باش نرجع للماضي الآن في 31 مارس قاتلنا 28 يوم قبل ما الرئيس تنتهي ماذا يمكن أن نفعل نفعل توافق حول الآلية الانتخابية حول من يسير الانتخابات حول قانون الانتخابات وحول الهيئة المستقلة ونمضي مباشرة في انهاء العهد الرئاسية سواء بالاستقالة أو بالشغور أو بأي طريقة دستورية رهي موجودة في المادة 102 ونمضي مباشرة إلى انتخابات شفافة ونازهة ونخليه الشارع يهدأ أنا قلت الإخوان الشارع قال لك يبقى ضامن نعم شارع واحد ما يقدر منعو بشي فرج أنا منيش ضد خروج الشارع على فكرة نعم ماشي من أجل مطالب الحراك باش احنا كمعارضة نبقى ونضغطه احنا نقول الحراك الحراك في أي لحظة يقدر يرجع للشارع ولا يقدر يوقفه أنا ما تكلمتش كثير على كل هذا نعم إذا ندعونا نقول الآن لا نسفه الجميع أنا مع الفكرة لي قالوا الإخوان ما نقولوش معارضة كلها فازدة وما نقولوش المولادة كلها فازدة لأن هذا غير صحيح وما نقولوش المجتمع موش صحيح لأن الناس رجعت لأن مع من سنبني مع من سنبني الجمهورية القادمة أنا تكلمت وقتين بارك وستاذ نعم وقتين انت رأي شوالا رأي واضح ان شاء الله يجاوكولي على ما هي المطالب سيساح لي كان في أحزاب التحالف الرئاس نعم مش التحالف نحن نكون دائم رئيس الجمهورية وليس دائم رئيس الجمهورية عشرين سنة مش عشرين سنة هات أنا شوية فرصة نتكلم هذا الحاجة حقيقي يا بارك صح كلموا ممكن أنا معطيتك السؤال ثانية ممكنك هتجاوب عليه أنا أحبت تسهلين تا أكاديميا يو طرحوا مجموعة من الأشياء ومن الآليات على بالك ما تقدرش تتواكبها الأستاذ طهر بن بعيش تكلم على هيئة رئاسية نعم كيف وتكلم على الفترة الانتقالية هيجاوبني بالمختصر لا صعب هذه الهيئة الرئاسية كيف ما هي العالية هسلنا 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 نرجع لك انت تاني تفضل هون ترح المرحلة الانتقالية هسبر لا سعلي سعلي يوم تعال دستور أكشفت أكشفت سعلي 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 يوم تعال دستور باش نترون هسبرالي 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 شوف المشاهد رايشوفين احنا ثلاث أشخاص وما تفهمنا وما تفهمناش فما بالك نروح للدوال هيئة رئاسية صعب جدا يعني نقول لك صعب جدا لكن كيف يقول لك كين رموز متفق عليها ليس بالإجماع جيبت لي أي رمز ندوك نجيب لك مليون معارض غير صحيح تكلموا على الهيئة الرئاسية يعني صعب أننا نخرجها والآليات كيف صعب نتكلموا على فترة انتقالية هي خروج عن الدستور وهذا خطأ يتكلم الأستاذ يقول لا يجب أننا نتكلم على الماضي يا ولدي ليس الوقت اسمح لي لا لا أقولش اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي قالك أولوية يتكلم على طريقة انسحب الرئيس لا تهمش خاطأ لا تهمش ضرك يودي اسبر علينا لا 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 من فضلك من فضلك سعلي نحتم المشاهد هو قال طريقة انسحب الرئيس لا تهم قبل التوافق عن الآليات سساحلي نحن رأنا في عائلات جزائرية وشعب جزائر يشوف فينا ماذا بينا ناخد الفائدة يا ساحلي هل نحن نجاوب هو قال طريقة انسحب الرئيس لا لا تهمه قبل نهاية نعم سساحلي لا لا ما خليش فيها اسمح لي سساحلي ما يش نعطيك الوقت لا لا ما خليش لا يجيب على شيء ما يقوله ما ليش لا ما ننشوش نعطيك من بعد نعطيك حقرات أنا هذا من استفاد منه أنا في الإعلام في مهانيتنا ما ليش نحن عدنا حقرات هو قال طريقة انسحب الرئيس لا تهمه قبل ثمانية وعشرين نقوله أنا نظن فيه جزئية مهمة في مسألة مية واثنين الشغور والاستقالة والوفاة الاستقالة الاستقالة على بك تربحناها خمسة وربعين يوم خمسة وربعين يوم في مسألة الشغور أنا نظن اليوم هذا المسألة الخروج من الأزمة يا جلالي كما قلت في البداية قلت راحته أنا نحافظ عليه في إطار الدستور الشرعية بمواكبة بقرارات سياسية نعم كيف أنا أعطيني مخرجات واقعية الحل والأكاديمية نعطيها لك أنا نعطيها لك أولا في مسألة الحكومة التي شكلت لي ستكون محل رفض هذه قلتها قبل ثنين يجب أننا نغير هذه الحكومة ورأس الحكومة كيف أنا نبقى نغير هاني جاي ثنين يبقى رأيك هذا يا أستاذ رأيي نعم أنا نقدم لك كيف حيصرف الجمعة نعم مسألة اليوم لما يروح الرئيس الدولة اللي هو في المجلس الأمة شكور عبد القادر المصالح حبت القادر المصالح في الشارع عرام رفضينه والمعارضة رفضاته علش رفضينه قل لك كان جزء من النظام يتغير هذا وجه من وجود كيف يتغير نعطي حل أليس لدينا الآن خمس ستة مناصب بشاء غيرها في مجلس الأمة نعم لماذا لا يبدأ الرئيس الجمهورية بالتعيين ستة شخصيات وطنية يعينها الآن في مجلس كما قال مسيو ساحلي مدام هو رئيس كيف يتوفق على هذه الشخصيات هو رئيس هو اللي غير هو اللي شاعد الرئيس هو اللي سعرك فيه تناقض تقبيل قتل الشخصيات ما فيه الشخصيات أنا جاهد أنا الآن شكولي رح يعين مش الشعب الرئيس نعم هو رح يعين هرك الحكومة مرضي تفعليها الشخصيات مش رح ترضع لهم في مسألة الشخصيات الوطنية يعيننا ستة في المجلس الأمة هذا ستة رئيس المجلس الأمة الحالي يستقل يطلع واحد من هذه الستة وحنا حلنا المشكلة لماذا؟ لأن المسألة الجاية كما يقول سيو ساحلي ما يكونش فيها الرئيس لأن الرئيس لم يكن الآن في المشهد الجاية رح يكون مرحلة دستورية انتقالية واش المهمة تحتها؟ هي انتخاب رئيس الجمهورية طيب الهيئة الانتخابية المستقلة حالي قبل رئيس الدولة في التسعين يوم ليس من صلاحيته تعيين كثير من الأشياء أو قال لحكومة لذلك نحتاج الرئيس قبل أن يستخدم نعم أنا معاك لأن يأخذ هذه القرارات التاريخية هذه القرارات التاريخية حتى نمشي لأنه إذا لازم إجراءات قبل إيقاءة الرئيس صحي متفقير أنا وصلت الفترة إذن الآن أنا وعلش نقول قبل 28 جلالي لأنه بعد 28 سندخلوه في مرحلة ماذا؟ مرحلة انتلقالية لم يشر لها الدستور ليست حتى انتقالية فارغ دستوري يسموه فارغ دستوري نسيت نعطيك حال جلالي نعطيك حال جلالي واشو الحال؟ أنه المجلس الدستوري بعد 28 لا قدر الله مشينا بعد 28 قد يجتمع المجلس الدستوري ويعلن ما يسمى بالإعلان الدستوري عشر مواد قد أننا نسير بها في مرحلة اللي ما بعد بصح علاش نروح وبعد 28 لماذا لا نخذ القرارات التاريخية والشجاعة الآن لحتى نجنب هذا المطلوب هذا هو هذا المطلوب هذا هو المطلوب شوف نجنب الفوضى ونجنب شوف الخطابات نائب وزير الدفاع رئيس الأركان يتكلم على أساس أنه فيه تهديدات هذا رأي رئيس أركان وفيه معلومات وفيه أجهزة الأمنية تقول له أنه فيه تهديدات من سنوش منه يجي قلنا هاملك تهديدات هو رأي يأدي فيه واجبه زيت بزيادة الجلالي اليوم رأينا داخلنا الجمعة السابعة تقريبا ثلت شهر ومصالح الأمن أنا المعلومات اللي عندي أنهم ثلت شهر ما رأحوش العائلة تاعهم هل سيستمر حتى المواطن الآن رأي فيه توطر كبير يعني تخوف يعني المسألة ما نقضوهاش بالمسيارة بحر لا صحيح خوفها تصريف أعمال فقط نمشيوا للمرحلة اللي هي المرحلة المهمة وهي هذيك بعدين هذا هو المشكلة نعم سيب نبعيب المرحلة تقتضي حلول سريعة لا تسرع لا تسرع فيها احنا دورنا دورنا وطحنا في نفس وهذا ما نبتغي الإخوة والأخوين يتكلموا وكأنه فيه كان فاهم محضرة من طرف الرئيس الرئيس لازال لم يعلن عن استعداده لترك السلطة حتى بعد ثمانية وعشرين السيد قدم قدم خارطة طارق ويتكلم عن الندوة ويتكلم عن مراجعة الدستور الآن احنا رحل ثمانية وعشرين ولا كلمة رحل تصدر بالرئيس الجمهورية كيف أنك تتكلم هذا كلام هذا كلام تتحمل يا أستاذ طهر هذا كلام انترك تنطق بسم الرئاسة لا هذا الواقع اللي رحل فيه هذا التعنم ما بغيش انتقت بسم الرئاسة لما قلت ما فيش ما فيش لحد اللي على ما يتجاوبوش مع الشارع حي تجاوب لا حاولي يكون ما يقدرش الرئيس الجمهورية خطاب للأمة قال أنا أتوقف يوم 28 والله كل شي يحبس يبلا ما يقول هذا هذا الدستور اللي يقول يا سي ساحلي توله الله وكانك ماكش في الزهر لا يقول يا أخي عنده خارج تستار يقول لا باشي بها نبعيد ونحن نطالبين شي آخر نقول نطرب على روحك المؤسسة ما قدرش ستار أسمح لي ساحلي ستار كيف رأي كان يقولك ساحلي نكونوا واقعين قاعد مرحلة انتقالية معلش ستار أبريلو 28 أسمح لي أبريلو 28 رح ندخل مرحلة انتقالية فراغ فراغ لو رئيس يستقل ندخل في التحذير الانتخابة الرياضية باتا يستقل أشتحت الفنتويت لا اشتحت الفنتويت مام الفنتويت تنتهي العودة تعليل باش تتحضر الانتخابات تبشر أخرى هذه ماش مرحلة تعليل لو 12 تعليل غير دقيقة يستقل ندخل في 90 يوم تحضر الانتخابات ماش مرحلة انتقالية ولكن قبلها لازم التفقوحنا على الآليات احنا باش نروحوا لأبعاد دستورية احنا باش نفهموا المشاهد حتى نستدعوا مرحلة انتقالية احنا حضرية تطربة صياسية احنا حلقاتنا احنا كنحبوا نقول حل حل موجود احنا موافقين مع القرارات سيد رفيش قال لك المشكلة في الهيئة من وعلى اي بقى لا انا اقول لك اختار سؤال اصبح لي انا مطبعا هل انت طالب الرئيسي غادر من بعد نتواثق على الآليات او العكس انا مش طالب الغادر الحل هو الان التفقين كابل مئة وثنين خلينا نقول لك هل ضرك هل بعد نتفاوضوا لا لا ولا نتفاوضوا باش نقولوا للرئيس روح لا 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 مش هداوة لدك تفاضل هل نقول لك الرئيس قالوا له لا للعهداء الخمس لا اصلا امر جاوزنا لا حتى هو يعني خلاص لكن مدد العهداء الرابعة لا مش مدد رئيس ثلاثة وثلاثة وثلاثة اشتاد من بعيد اشتاد من بعيد انا مش نقول لها الحلول الموجودة دائما الدستور تلت شهر ربعة شهور خمس شهر ست شهر دستور المادة السابعة نعم تطبيق إراضة الشعب الشعب ولكن هذا مفهوم لا 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 الشعب هو اللي يحمي المرحلة سيتان بياج لا 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 الشعب واعي لا لا مش عالي الشعب لا لا تقوينا ما لهم أقول سيتاهر يرحم بابك وش المبياج لا لا وش المبياج المادة السبعة بدون آلية قال لكم مفهومة مفهومة واش تقول المجالس المنتخبة الشعب يمالس عن طريق الانتخاب ما يهمش لنقصر لنقصر الانتخاب في التعين يورك روح الدستور موجود هنا عندي دستور سيب نبعد روح لي لمرحلة الحلول لن أخذ ربعاك نحن دائما نبقى في تم ع الرئيس أنه يبقى ولا يروح وين يبقى تم استقال يعطيني حلول هكذا من الموش الآن الطرح اللي موجود الآن الآن اللي موجود لا أنا بالنسبة لي الرئيسي روح الآن ولا يخلي كيف كيف أنا من أخذ روش والله يدبر رسول عالته أنا لأنني شايف أنه يستحيل مش راح يجاوب الآن ولا راح يرد على واحد ولا يقول أني نستقل ولا ما تقدرش تحدث الشغر لا الرئيسي وبدأ يجاوب اليوم وينجاوب الرئيسي أوطعنا الحكومة باش ميخلينيش عالقين لا 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 ولو ما راح ترذي الشارع أنا أقولك الحكومة بس الحكومة قبل ما يستقل الرئيس مهمة كثير الحكومة هذه مش تعاوى لكلنا هذو اللي دار الحكومة باش يسلعوا العملية نحن الدستور دعيني موجود الدستور نعم المهم كي ينطرف نترجم الدستور أسمع المدرسين في الشارع وقسموا بالله وقسموا بالله لجملة خبراء العالم باش يتنبعوا بما حدث في الشارع وشعب واعي فادر يحمي المرحلة القادمة ويكبل بشخصية وطنية بسرط خافي بطالت أنا نقول إسرع قلنا نكونوا عمليين نحن نترك مقتلحات تسمعناها وقلت لنا هاي رئاسيات تكون من شخص شخصين ثلاثة أشخاص وموش كلام احنا ما هي آليات كوش هذه المعايير اللي تخلينا نخلي عليها إجماع لأنه كثير ها وقال لك ربي بل باتتنبحات ليش أسمع باتتنبحاتيش على الإجماع بالانتخابات اليونانية باتتنبحاتي الإجماع يستحيل يمي يزمننا حلول واقعية سيطاع شوف الحرك اسمح ليش أعطينا حلول واقعية الحرك ما يقولش حاجة والله ما أرد على وقت هل صارك تهدر باسم الحرك لا نعلم يش نهدر باسم الحرك احنا نرى لكوش واقع في الحرك واش ننقل الآن هم يطالبوا بشخصيات يخير تخبوا بمثلين تعمل في الفيسبوك ما عليش هل ترى أنت أنهم يديروا حزب يديروا منظمة ما يديرش لا حزب لا منظمة احنا نرى في مرحلة تقريه الجزائر الجزائر في مرحلة تقريه أنا أقولك لو كان نجحوا في العملية انتع الزروال ما كانش اللي راح يرفضو لأن الآن الحرك الشعبي مواش يحبس الحرك كان شوف البطاقة الحمراء اللي هزا خبيها في الجيب لفترة بوعيانة إلا بلغت الأهداف منتاعك والمطالب منتاعك ركت سير العملية شفت فيها نحرف عود رجاء حتى تسقط كل شي مجد هنا باش نسلنا واحد يقبلوا بي سون بور سو يستعين والسيد اللي جي عنده مهام محدودة نعم أنا فهمت مهام محدودة منك رسالة سهل هو يقول لك بالليل الحراك يبقى دايما هو الضامن صحيح الضامن الحقيقي صحيح لأي عملية تجديد داخل سلطة وهذا ما قلت أنا بالأمس في ندوة صحفية أن الحراك يبقى هو ضامن أساسي للدفع بنا نحو الحلول ولكن لا نحتاج إبقاؤه في الشارع خلني يكونوا صراحة لأن لماذا الآن المطالب تبلورت المطالب الأساسية في البداية لكن لما تقول ما يبقى في الشارع معناها هيسرق منه لا لا أبدا شوف الحراك هي قدر يخرج في أي لحظة يشوف باللي هناك التفاف ونجيشها وتكلم عليها باللي كان أطراف تريد أن تلتف على مطالب الشارع إذا التف فينا إذا عندنا نية إحنا سيئة باش نلتف على مطالب الشارع تعرف باش الشارع يجاوبنا إذا كان يخرج بالجمعة يقول لي يخرجنا كل يوم فهذا ما كانش تخوف منه نعم يجب أن ننتقل حالا من العقل الشارع من عقل الشارع إلى العقل السياسي وش هو عقل السياسي هو الأحزاب مولات ومعارضة نخبة مجتمع مدني وحراك باش نوجد الحلول أنا نقول باسم حزبي من غير اللائق الآن نقول الرأي الصروح ونقعد وحاصلين بل الرئيس بقتل 28 يوم لنستغل هذه الفترة في الحوار بناتنا والتوافق على الحد الأدنى مش على كل شي الحد الأدنى هو قانون انتخابات ليرضي الجميع وهي أمستقلة الحكومة هذه تقعد بس كتصريف أعمال تقعد ولا تروح ما وش مشكل سيب بن صارح يسير مرحلة انتقالية نتعى 90 يوم مايش مرحلة انتقالية سياسية مرحلة انتقالية مؤسسة لها في الدستور لا يهم كثير ونقعدوا نقبلوا باش نغيروهم ما وش مشكلة هنا يا عادي عادي نقوم أي طريقة احنا بالنسبة لنا في تحالف مهمش الشكل يهمنا المضمون الشي ليساعد الناس باش نمشيوا الانتقابات نكونوا مرتاحين لها ونرجعوا الكلمة للشعب احنا نخموا على الحراك الحراك وش تضب باش بتستفش الحراك باش تكونش المولات لا لا سعطي بيس باخر لا لا بس كراب دي المولات لا لا ما قلش مولات تلي قلتها أنا نتكلم على لاينار تكلم على لاينار المولات ولكن في بداية كلمتي نختم هذه سيئة جديدة أنا منش حاب نروح الفكر الإقصائية وقال عليه لا لا باش نشترمو أنا ختم هذه اللي كتبها باختصار باختصار عبد الشعب وش عبد النوم في 22 يوم عفوا في 28 يوم اللي بقات التوافق حول الأساسيات اللي هي معروفة قانون انتخابي وهيئة عليا ونمشي مباشرة 90 يوم ونرجعوا الكلمة للشعب الرئيس عندما يوعد منتخب بعد ثلاث أشهر هو ليوضع خارطة طريق جديدة يدير نذوة يدير الإصلاحات يدير وش يحب ولكن نقول ونأكد بأن هذا الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يبنى لا على أساس الإقصاء ولا الانتقام من يقصي ومن يعزل السياسيين هو الشعب لأن السيادة ملك للشعب والشعب جميعا ليس شعب يرى في الحراك فقط فهذا هو الحل اللي يجب أن نمشيه ليه نعم سير ببيج باختصار وبالمفيد الكلمة الآن لها دلالتها بعيد عن الإشاعة والمعلومة المغلوطة الآن الشعب يحتاج إلى مصادر رسمية مصادر موثوقة يحتاج إلى ثقة كما كنت قلت في البداية بمختصر مفيد نابد أن يسترجع هذه الثقة من خلال أشياء وقرارة أثر بعد عين ما أنت يشوفها 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 في شخصيات يشوفها في حلول في ميكانيزمات في آليات أنا نطرحت لك مجموعة من ميكانيزمات أنا نظن مسألة الضمان الضمان هو الشعب الجزائري راه اليوم وعاه وعطانا مسئولية وراه يأخذ المسئولية بيده الضامن الثاني هو مؤسسة الجيش إلى هذه اللحظة راه يتقف مسافة واحدة بين كل أطراف ولا تريد أن تقتحم العمل السياسي ولا يجب أنه الشيء الثالث الذي أتمنى هو أن تكون في إطار الدستور وفي إطار الشرعية الإجتهادات وفكرة الإقصاء هذا غير مقبول اليوم أنا قدتك الجلالي في البداية نروح شوف إذا كانت الدبلوماسية الجزائرية يا الجلالي كنا نصل واجول في الدول العالم نطرح الدبلوماسية الجزائرية مسألة الوساطة كنا نتوسط في نزاعات وخلافات عند الدول اليوم يجب على كل جزائرين حتى خاصة الشعب الجزائري اليوم إذا كان في مرحلة لازم أنه شعب يعطي ممثلين مثلا أو جهاد تمثلوا ضروري علاش حتى نقعد لطاولة الحوار ونتحاور ونبحث عن الحرب شكرا لك سيبني بعيبش مدام أهدار على صورتنا خارجيا صورتنا سلميا داخليا هذا الصورة كيف نحافظ عليها وكيف نتفدى ونحصن رواحنا من الأخطار اللي ممكن خارجيا والله يشوف أنه أحمد الله وأشكره ما ضاع لنا في سنين طويلة من كرامة ومن فقامة ومن عزة أرجعه للشارع في جمعتين أنا هذا بالنسبة لي تحقق كيف نحافظ عليه نستثمره هالشي طبعا الآن لازم الحفاظ عنه هذا والتحدي أنا موش معناه مع استمرار الشرع موش مع استمرار الشرع لنا علاج قال حقك تبا كاسب وأنا قلت يعني البارح يعني هذو الإخوة للأصحاب الحراك قال مدام وصل صوتك وغير مواقف دولية باش الوزير الفرنسي يقول عن الشعب الجزيلي الآن من حقه وثبت حضاريا وره ما تبسك بطنه الجيل خارجية الأمريكية زي نسي طهر لا شيء ما نحتاجه هامش زي نك في تقيقنا أفضل ما نحتاجه هامش لكن ما تنساش هذه ديبروماسية عالمية وتبع وصلت أمريكا وبريطانيا ولكن منها هي أخرى تقلق بعض الأطرف حتى هذه المشاهد السياسية تقول لك حواصم راهي ما ترقيتش نعم لوز الزحف الشعاع انتعى الثورة الجزيلي كما الثورة نوفمبر نعم حرت كثير من الدول وهذا المبتغى نتمنى أن الحفاظ ولكن كما قال أستاذ الحفاظ على دين مكة سبك نعم التسريع بالإسراء في تجريع مطالعها في تلبية مطالب الشعب الجزيلي وتحطهم في الواقع وهذا فضاءنا اليوم هذا نضمن نضمن نشكروك وهذا فضاءنا اليوم هو عبارة عن حوار مباشر ولتقارب الرؤى شكرا حتى نستفيد ويستفيد المشاهد الكريم سي ساحلي أيضا شكرا الموصول أيضا لسي ربيش وتشكرون مشاهديات الكرام على حسن المتابقة والإصغاء تشكرون مرة أخرى إلى اللقاء موسيقى